اشتركوا في القناة راح نشوف اللقطات اللي معانا وراح اخبركم عن قصة كل حادثة من هذه الحوادث ومعظم حالات هذه راح تكون محاولات لخطف اطفال لانه هم دايما الفئة المستهدفة في العادة ومثل ما قلت الحالات كلها عبارة عن مجرد محاولات يعني عمليات اختطاف فاشلة وحتى كثيرين من المختطفين هذيلة تم القبض عليهم اصلا فنبدأ بالمركز السابع ما عنا تفاصيل كثير عن هذه الحادثة لان المختطف اللي فيها ما تم القبض عليه للأسف الشي اللي يخوف هالحالة ان المختطف حاول يختطف الطفل بهدوء وبدون ما ينتبه عليه حد مع انه ام كانت جنبة يعني الرجل هذا كبير في السن مثل ما تشوفون في الفيديو فشاف الولد الصغير تأخر عن امه بشوية خطوات وهم داخلين واحدة من المولات او واحدة من الاسواق اللي داخل المول واول ما لاحظ انه انفصل عن امه شوي بس راح وحاول انه يمسك ايده ويمشي معاه بكل هدوء بس الحمد لله انه امه انتبهت عليه في اخر لحظة ننتقل للمركز السادس عندنا حالة شبيهة بالحالة السابقة ما فيه اي تفاصيل عن المختطف لانه ما تم القبض عليه وايضا حاول يسوي عملية الاختطاف بكل هدوء مثل المختطف اللي شفناه قبل شوي الام كانت قاعدة تتسوق وحاطة طفلتها الصغيرة في العربة فقرب منها هذا الشخص وحاولنا ياخذها من العربة بكل هدوء وبدون ما تحس الام وكان على وشك انه ينجح لان الام ما لاحظت في البداية بس عملية اخذ الطفلة على ما يبدو انه رجل الطفلة علقت تحت فالعملية ما صارت بالسلاسة اللي كان متوقع عنها والام انتبهت على اللي صار وعلى طول صدت صوب طفلتها وخذتها منه اشتركوا في القناة لو لاحظت في نهاية الفيديو المجرم هذا حتى بعد ما انتبهت للام وخذت الطفلة منها قاعد شوي يطالع فيهم وتقول الام انه مد ايده على بطن الطفلة كأنه يدغدغها وخاطب الطفلة وقالها انه حاول يختطفها لما امها ما كانت تشوف بس ما نجح قاعد يكلم الطفلة يعني ويخاطبها كأنه يخذلها طبعا الام اتصلت بالشرطة بعدها مباشرة لكن بعد البحث للأسف ما قدروا يحصلونه في المركز الخامس هذا الشخص اسمه كاريج بنيلو تم اعتقاله بتهمة محاولة الاختطاف والعنف ضد الاطفال في الفيديو راح نشوفه وهو يحاول يختطف بنت عمرها 13 سنة في واحدة من مراكز التسوق الكبيرة فجأة هجم على البنت وسحبها وهم في نصف مركز التسوق وام البنت بسكينة ظلت تلاحقها وتحاول تخلص بنتها منه الام تشبثت ببنتها باقوى ما عندها وظل المجرم يسحب باقوى ما عنده لكن محاولات الام المسكينة نجحت اخيرا وقرر انه يتركهم ويهرب لكن كان في ضابط شرطة اسمه جون بنن موجود في المكان ومع انه ما كان مداوم في وقتها لكنه تحرك بسرعة وقدر انه يلقي القبض عليه قبل ما يقدر يهرب ويعني هذا الشخص فعلا غبي جدا شو كان يتوقعه هو قاعد يختطف البنت في نصف مركز تسوق كبير وسط كلها الناس والعالم وحتى امها عدالها خلونا نشوف الفيديو اشتركوا في القناة بعد ما ألقوا القبض عليه اكتشفوا انه لسوابق كثيرة والمحامي ما له طبعا حاول يدافع عنه بحجة انه مريض عقليا وعنده مشاكل نفسية وبعد ما تم فحصه من اكثر من دكتور قررت المحكمة انها تحوله على مصحة عقلية فعلا وطبعا اي شخص يحاول يسوي شيء مثل هذا اكيد بيكون مريض عقليا وعنده امراض نفسية فما اعرف اذا كان حكم مثل هذا صحيح حسن المفروض شخص بهالخطورة ينحط في اكثر السجن محصن في الدنيا ننتقل للمركز الرابع هذا الفيديو نشوف فيه شخص قاعد يهرب وهو شال في ايدي طفل صغير بعدها نشوف وراء اخت الطفل اللي عمرها ثمان سنوات قاعدة تركض وراء الشخص وبعدها ايضا قاعد يلحقهم اخوهم الكبير اللي عمره عشر سنوات ومعه عربة اخوه القصة هي ان الاخوان هذيلا كانوا قاعدين يلعبون في حديقة صغيرة قرب بيتهم وكان معاهم اخوهم الصغير اللي عمره عشرين شهر قاعد في عربته هذا الشخص قرب منهم وبدأ يكلمهم ولما حسنهم بروحهم وما في حد من اقاربهم الكبار قريب منهم راح وفجأة اخذ الطفل الصغير من عربته وهرب الاخت والاخ كانوا متفاجئين لكن بدان ما يقعدون في مكانهم يبكون على طول تحركوا وراء المختطف وظلوا يصرخون بأعلى صوت عندهم طبعا الصراخ جذب انتباه الناس اللي في المنطقة ومن بينهم هذه للشابين اللي شاركوا في مطاردة المختطف لما لاحظوا الوضع وهذا اللي خوف المختطف وخلا يرمي الطفل في ارض فاضية قريبة من المكان ويهرب بنفسه والحمد لله الطفل حصلوا بخير وسلامة بسبب شجاعة اخته واخوه وبالذات اخته اللي خذت المبادرة انها تركض وراء المختطف وظلت تصرخ عليه اما بالنسبة للمختطف فاعتقلوا بعد عدة ايام وتبين انه هو بروحه ولد صغير عمره خمسة عشر سنة بس لكن حجمه كان عاطنه اكبر من سنة وما تم الكشف عن الاسباب اللي خلتها يحاول ان يسوي عملية الاختطاف هذه نروح للمركز الثالث السيارة اللي تشوفونها قدامكم فيها مجرم مختطف بنت بتهديد السلاح لما وقفوا على واحدة من اشارات المرور كانت عدالهم واقفة سيارة فيها شاب بين البنت صدت صوب الشاب بين وقعدت تقول كلمة تساعدوني بحركة فمها او بشفايفها بس يعني من وراء زداج السيارة عشان المختطف ما يلاحظها او يسمعها الشاب بين عارفوا على طول ان في شي غلط فراحوا وتصلوا برقم الطوارئ وظلوا يلاحقون السيارة لعدة كيلومترات لحد ما الشرطة وصلوا لمكانهم ووقفوا السيارة والقوا القبض على المختطف البنت كانت قاعدة تصرخ وواضح انها خايفة خوف شديد وحتى لما طلعت من السيارة راحت وحضنت الشرطي مثل ما راح تشوفون في الفيديو موسيقى قاعدة لفرد وايضاً هذا جزء من المكالمة لي ادراها الشابين اللي لاحقوا السيارة مع رقم الطوارئ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر المجرم اللي كان اسمه تيري رانسوم ما لحق يروح بعيد مباشرة ان الطفلة قدرت تهرب منه والناس اللي كانوا حوالين المكان اتجمعوا عليه وثبتوه على الارض لحد ما وصلت الشرطة واعتقلته بعدها وقف قدام المحكمة وحاول يدافع عن نفسه بانه كان تحت تأثير المخدرات وانه ما كان بوعية وهو قاعد يسوي اللي يسواه وهو بروح عنده خمسة اطفال ومستحيل يسوي هالشي لو كان بوعية الكامل في الجلسة الثانية من المحكمة اتضح انه عنده سجل اجرامي طويل وعريض وانه كان متورط في عمليات سرقة واجراميم ثانية غير هذه المهم القاضي حكم عليه ب162 يوم في السجن واللي انا صراحة اشوفها انه مدة قصيرة احس انه المفروض كان الحكم يكون اشد خاصة مع سجل الاجرامي وتاريخه الاسود ننتقل للحالة اللي عندنا في المركز الاول هذه الحادثة من نوع مختلف تماما نشوف في الفيديو هذا عدة اشخاص مسلحين باسلحة ثقيلة ولابسين على وجههم اقنعها يهجمون على شخص ويحاولون يختطفونه واضح ان هذي الجماعة محترفين ومش مجرد مجرمين عاديين يمكن حتى يكونون افراد عصابة وكانوا على وشك انهم ينجحون ويدخلون في سيارتهم لكنه ظل يقاوم بشدة لحد ما بعدها شلوا من ايدينه ورجوله ومعظم الناس قاعدين يطالعون المشهد وخايفين يتدخلون طبعا لانهم يشوفون الاسلحة عند الاشخاص هذيلا بعضهم طلعوا تلفوناتهم عشان يبلغون الشرطة لكن بعدها في امرأة شجاعة قررت انها تدخل وتساعد يتخلص من المجرمين وواضح انهم حسوا بالخوف بعد ما سسببوا كلها الضجة وقرر يهربون من المكان بالنسبة للرجل فهو بعد ركب سيارته وهرب من المكان بدون ما حتى ينتظر ان الشرطة تجي او اي شي وعشان كذا ما في اي تفاصيل عن الحادثة هذي سواء عن المجرمين او حتى عن هذا الشخص اللي يحاولون انهم يختطفونه وعلى الاغلب ان الشخص هذا هو بعد متورط بشي وما يريد يكون متعرض للتحقيقات او الاستجواب فقرر انه يهرب من المكان قبل ما توصل الشرطة هذه كانت نهاية مقطعنا اليوم واتمنى يكون عجبكم ويارب ان شاء الله يحفظكم ويحفظ اطفالكم واهلكم وكل الناس من شرار الخلق والمجرمين اللي مثل هذي الى اتمنى تدعمون المقطع بلايكاتكم الحلوة وجد يعني كل ما اشوف لايكاتكم اتحمس اكثر اني اشتغل على هالمقاطع واتمنى بعد انكم تنشرونها في الاماكن اللي تقدرون عليها وطبعا اشتركوا اذا ما كنتم مشتركين في القناة وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم التنبيهات لما انزل المقاطع جديدة في القناة وبعد عندكم المقاطع السابقة ظاهرة قدامكم تقدرون تشوفونها اذا ما شفتوها قبل وشكرا لكم على المتابعة اشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة اشتركوا في القناة